في التاسع من مارس احتفلت السوق بسبعة اعوام من السوق الصاعد في الولايات المتحدة ونتحدث خصوصا عن المؤشرات الامريكية لسيمة مؤشر الاس ام بي فايف هندرد لو نظرنا الى السوق كيف بدت هذه المرة بدت هذه الارتفاعات استثنائيا نتحدث عن ما بعد الازمة العالمية وكيف ارتفع السوق ارتفع لسوق الصاعد ولكن 56 شهر من الارتفاعات كنا قد شهدناها وكانت الارتفاعات نسبتها هذه المرة 441 في المئة هذا الناس نتحدث عن متوسط اداء السوق الصاعد منذ الحرب العالمية الثانية عادة منذ الحرب العالمية الثانية شهدنا 12 سوق صاعد كانت الامتدادة اكثر من 56 شهر ونسبة الارتفاع كانت بأكثر من 400 في المئة هذه المرة لو نظرنا إلى المؤشرات وكيف كانت الارتفاعات لهذه المؤشرات وبداية مع مؤشر الـ S&P 500 شهدنا الارتفاعات بـ 1955% للـ S&P أما بالنسبة لـ Dow Jones الصناحي المؤشرات الرئيسية 159% وأخيرا مؤشر الـ Nasdaq والذي شهدناه يعود ليرتفع إلى قمة التي كنا قد شهدناها في عام 2000 عندما شهدنا الـ .com burst وبالتالي شهدنا اختراق عودة هذه المستويات أما بالنسبة للقطاعات فشهدنا قطاع الاستهلاكي كان لها النصيب الأكبر من الارتفاعات في هذه الدولة من الارتفاعات الأسواق الأمريكية لسبع سنوات بحوالي الـ 400% من الارتفاعات كنا قد شهدناها ومن ثم القطاع الذي تضرر بشكل كبير في بداية العام 2016 كان له أيضا نصيب كبير من الارتفاعات وهو نتحدث هنا عن القطاع المالي والذي كان أيضا متسبب بجزء كبير من الأزمة العالمية التي شهدناه في عام 2008 قطاع الصناعي التكنولوجي ولكن القطاع الذي كان لديه الارتفاعات الأقل خلال هذه الفترة طبعا قطاع الطاقة لاحظوا هذه قطاع الطاقة شهدنا حتى الارتفاعات على هذا القطاع منذ 7 سنوات بأقل من 50% والسبب الرئيسي طبعا يعود إلى التراجعات الأخيرة التي شهدناها من منتصف العام 2014 على أسحار النفط أما بالنسبة للشركات التي كان أديها طبعا الأداء الأعلى للسوق لم نشهد شركات كبيرة أو ضخمة جي جي بي واحدة من الشركات شهدنا فيها ارتفاعات بحوالي 10 ألاف في المئة 2950 في المئة من الارتفاعات على ريجنغرون وأيضا بالنسبة لأندل أرمور شهدنا أداء ارتفاعات قوية هي ألبسة طبعا للرياضية ب2400 في المئة حتى الشركات المعروفة كانت نتفلكس على سبيل المثال احتلت المرتبة السادسة بارتفاعات بحوالي 1600 في المئة ولكن لو نظرنا إلى شركات ذات الأداء الأسوأ منذ هذه الانطلاقة فكانت طبعا من نصيب ومن السهل أن يعرف المستثمر هو قطاع الطاقة طبعا ترانزوشن اليوم عادة تراجعات ب78 في المئة من المستويلات التي شهدناها منذ سبع سنوات ساوث وسترن أنيجي 75 في المئة من التراجعات وأيضا شركة احتلت عنوين كثيرة في الفترة الماضية تيسابيك كانت على تراجع أيضا ب67 في المئة في هذه البول ماركت الذي شهدناه منذ حوالي السبع سنوات أما بالنسبة للأداء الاقتصادي طبعا ما ساهم في هذه الارتفاعات لو نظرنا إلى عوائد السندات الأمريكية في ظل هذا الارتفاع الذي شهدناه على أسواق الأسهم من المفترض أنه نشهد أيضا ارتفاع في عوائد السندات ولكن هذه المرة الارتفاعات كانت مختلفة لأنهما شهدناه ارتفاع لسوق الأسهم وأيضا ارتفاع لسوق السندات نتيجة السياسات التيسيرية من البنوك المركزية النمو الاقتصادي أيضا اختلفنا عن معدلاتنا السابقة ما بين 4 و 5 في المئة إلى مستويات دون 3 في المئة معدل البطارة شهدنا نعم في تحسن وشهدنا أدنى مستويات منذ الأزمة العالمية نتحدث عن مستويات حاليا في الولايات المتحدة دون 5 في المئة أما بالنسبة لفيدرالي الأمريكي ومعادلات التضخم فمعادل التضخم فأيضا نبقى عند مستويات متدنية والذي طبعا يحتاج المزيد من التحفيز حتى نشاهد مستويات المستهدفة بحوالي 2 في المئة ولكن الأهم هنا دائما نتحدث عن البيئة المركزية ومتى نشهد بدء مستويات الفائدة وهذا ما حدث يception للفيدرالي ولكن لاحظوا ميزانية الاحتياطية الفيدرالي نتحدث عن حوالي 4 تريليون ونصف تريليون من هذه الميزانية والتي تحتاج إلى التقليص وإلى حد اليوم لم نشهد بعض الفيدرالي لتحدث عن تقليص هذه الميزانية وبالتالي بحال شهدنا بدء تقليص هذه الميزانية هنا فعلا نبدأ في سياسة التجديد السياسة النغطية موسيقى